روح يا شيخ ربنا يبعد عنك ولاد الحرام صدق الله في ناس كتير بتدخل وبتطلع من حياتك وانت ما بتبقاش عايز هم دخلوا ليه وخرجوا ازاي وانت ساعتها بتستغرب وتقولهم ما بيعدوا ليه احنا ما عملناش حاجة ليهم وحش عشان هم يبعدوا تب اتهذر يا ابني يا زربة حبيبي بس في الحقيقة مش انت اللي عملت كده زي مامتك اللي عملت كده مامتك اللي دعيت لك في ساعة استجابة وقالت لك روح يا ابني ربنا يبعد عنك ولاد الحرام فانت اول ما تلاقي حد خرج من حياتك بدون سبب اجري على مامتك وبص ايديها ويخليها تدعي لك تاني دعيانك لأ إله يا ابني بلاشتنا يا ابني وبص ايدي لان الناس دي للأسف بقوا في حياتنا كتير قوي ودعوة واحدة والله ما هتكفيهم انت بتحديثي على دي يا عم مش اللي في خيالك المريد مش هما دول اللي أنا قصدي عليهم ولاد الحرام اللي بيتمنلوا لك الخير بس لو جالك بيزعلوا الناس اللي كل اللي عايزينه منك مصلحة وأول ما مصلحاتهم بتخلص ما بتشوفش وشوهم تاني دلوقتي خلاص ان امراضة اشتغلت ياه على البنادر ياه الناس اللي بيستقتروا عليك كل حاجة حلوة في ايدك لأ يا عم مش هما دول التوكسيك في بقى التوكسيك التوكسيك اللي كل يوم بيسودوا عيشتك اكتر من اليوم اللي قابله ومن غير دعوة امك دي كانوا ضمروا حياتك بس هيروحوا فين دي دعوة امك ما بتخذكش صح موصاب يابني ثانية واحدة لما البصت صاحب الليلة بيعمل فيه كده ده سباة فعالي يا وسيمة موبيلك فيه ثانية واحدة هقوله على طول مش اللي في خيالك المريض دي دعوة امك ما بتخذك